اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والمناسبات الرياضية جميعها جديد الاجراءات التي اتخذتها الدولة التونسية واعلنها رئيس الحكومة الياس الفخفاخ خلال ندوة صحفية عقدها منذ قليل في سلسلة اجراءة للحد من انتشار فيروس كورونا في تونس التي لم تكن بمعزل عن هذا الوباء اكد رئيس الحكومة الياس الفخفاخ في كلمة توجه بها الى كل التونسيين ان الوضع الى حد الان ما زالت تحت السيطرة واقدم الفخفاخ مجموعة من الاجراءات في المستوى الثالث من انتشار الوباء رغم ان تونس لم تدخل بعد هذه المرحلة قررنا اولا غلق الحدود البحرية بصفة كلية ثانيا غلق الحدود الجوية بصفة كلية بالنسبة لتاليا ثالثا الابقاء على رحلة واحدة يوميا بالنسبة لفرنسا رابعا الابقاء على رحلة واحدة اسبوعية لكل من مصر واسبانيا وبريطانيا والمانيا مع اعلام كل الوافدين التونسا والاجانب بتطبيق الحجر الصحي بصفة الية وحال قدومهم لبلادنا وفيما يتعلق بتقليص التجمعات خلال مرحلة القادمة اكد رئيس الحكومة انه تم الغاب كل التظاهرات والعروض الثقافية والمؤتمرات العلمية والمعارض وايضا طالت هذه القرارات المقاهي والمطاعم غلق المقاهي والمطاعم والملاهي ابتداء من الساعة الرابعة مساء ثالثا تعليق اداء صلاة الجماعة بما في ذلك صلاة الجمعة رابعا واخيرا كل البطولات الوطنية والتظاهرات الرياضية سواء في القاعات المغلقة او خارجها ستدور بدون جمهور كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم ولغاية يوم 4 افريل سنة من هذه السنة مع امكانية المراجعة سواء بالتمديد او بالتقليص اما تربويا فقد تم اقرار غلق جميع رياض الاطفال والمحاظن المدرسية واغلاق المدارس الخاصة والاجنبية لغاية يوم 28 مارس مع امكانية التمديد بعد نهاية العطلة ونحب نعود في هذا المجال على التضامن العائلي وبين الجيران باش الاولياء ما ينقطعوش على خدمهم ويواصلوا نشاطهم بصفة عادية القرارات هذه اخذناهم كما قلت بصفة استباقية هدفنا ان ننحدد بصفة قوية من حتطور عدد الاصابات ونحافظ على السير العادي للنشاط الاقتصادي السيطرة على انتشار الوباء ستكون اسهل وفق الففاخ بالتزام المواطنين والمؤسسات بالتوصية الوقائية الصحية التي تقدمها السلطة الصحية والجهوية مع الى اهتمام خاص بكبار السن والمصابين بالامراض المزمنة والتقايد بعدم مغادرتهم لمنازلهم نعود ياسر في هذه الفترة ايضا على وعي التوانسة وحدتهم وتضامنهم باش نواجهوا مع بعضنا هذه الازمة كما وجهنا ازمات اخرى مرينا بها وتغلبنا عليها مرة اخرى نأكد على ضرورة الالتزام ثم الالتزام بالوقاية كما اكد الفخفاخ ضرورة الالتزام بكل الاجراءات مؤكدا ان مسالك التوزيع والتموين ستواصل عملها ولا مجال للخوف والهلع ويقعد الاساس هو ان نحترم القرارات اللي اخدناها وناخد خاصة المعلومة من مصدرها وفي هذه الكلمة تقدم رئيس الحكومة بالشكر الى كل التواقم الصحية والقوات الامنية والعسكرية لما تبذله من مجهودة كذلك الامر مع باقية الحساسيات الوطنية ثلاث وصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اعلنت وزارة الصحة تسجيلها ليرتفع عدد المصابين الجملي في تونس الى 16 حالة قال المدير العام لرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة شكري حمودة خلال نقطة صحفية دورية نهو تم تسجيل ثلاث حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في تونس وجود ثلاث حالات ايجابية حالة مستوردة المواطن تونسي جاء من مصر سافر بين 27 فيبري و1 مارس الحالة الثانية هي معدية في تونس في إطار التحقيقات اللي نعملوهم على الحالات الإيجابية والحالة الثالثة كيف كيف في إطار التحقيقات هي معدية في تونس وبالتالي يرتفع العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا في تونس الى 16 اشتر متاحهم مستورد واشتر متاحهم في تونس الحالات الإيجابية اللي عنا في ولاية بنزرت ولاية تونس وولاية ريانا وتم تسجيل هذه الحالات ثلاثة رقيام مخابر وزارة الصحة بإجراءة 43 تحليلاً لحالة المشتبه بها لا مبرر لتهافتي على المواد الاستهلاكية وغيرها في ظل ما تم اتخاذه من إجراءات لأجل ضمان تزويد السوق بأسعار مقبولة حفاظاً على مقدرة المواطنة الشرائية ومجابهة للاحتكار هذا ما أكاده وزير التجارة محمد المسليني خلال ندوة صحفية خصصة لاستعراض وضعية السوق واستعدادت وزارة التجارة للمواسم الاستهلاكية القادمة تحديد السعر الأقصى التفصيلي لبيع سائل لتعقيم اليدين الجال بأصنافه الثلاثة هو ما أعلن عنه وزير التجارة خلال ندوة صحفية لتكون الأسعار كالآتي عبوة سعة 100 مليلتر قدر ثمنها بثلاثة دنانير وثلاثمائة مليم وعبوة ذات سعة 150 مليلتر بأربعة دنانير ومائة وخمسة وعشرين مليم وعبوة ذات سعة 250 مليلتر بثمانية دنانير ومائة وخمسين مليم كما أعدت وزارة التجارة برنامجا استعجاليا واستباقيا لمراقبة السوق بالتزامن مع المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا السوق يزود بشكل عادي وأن كل أجهزة الرقابة في وزارة التجارة وفي غير وزارة التجارة عاملة ليلة نهارا وبدون انقطاع من أجل ضمان تزويد السوق وبأسعار معقولة وأيضا تتدخل كل الأجهزة من أجل ضرب المحتكرين ومحاولة التلاعب بالأسعار وانتم شفتوا كل مادة نلاحظ أنها قاعدة ترتفع نتدخل من أجل تسقيف بيحة وقد أفرز البرنامج الذي خصص له أكثر من 300 فرق مراقبة اقتصادية عدة حجوزة خلال الأسبوع الفارت فرق المراقبة الاقتصادية خلال الأسبوع الفارت اتمكنت من حاجز أكثر من 85 ألف كمامة طبية واقية وكذلك أكثر من 120 ألف قفاز طبي واقي وتم تسليم كميات لظهرة نتيجة الاختبارات والتحليل أني صحية ومطابقة للترتيب الصحية تم تسليم الوزارة الصحة والباقي ما زال بصدد إجراء التحليل عليه وأرجع مدير عامل منافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة التذبذب المسجلة على عرض بعض المواد الاستهلاكية إلى اللوبيات التي تقوم بعمليات الاحتكار وتهفت المواطنين على شراء المواد الاستهلاكية كان الرشد من الاستهلاك والرشد من الاقتناء المفرط للحاجات هذه رأي كل شيء متوفر وما فماش حتى داعي للهفة خاصة أن المواد الأولية موجودة وتوى مدة وإحنا مستعدين بالمخزونات التعديلية ووزارة التجارة كذلك قاعدة نسق مع بقية الهيكل والمؤسسات خاصة وزارة الفلاحة في الزخ في السوق في الكميات اللازمة وحتى أكثر من اللازمة باش نقليلوا أكثر ما يمكن من اللهفة توفر المنتوجات لن يقتصر على هذه الفترة وفق وزير التجارة إذ استعدت الوزارة للمواسم الاستهلاكية وخاصة شهر رمضان بأعداد مخزونات تعديلية وفي رمضان سيكون بإذن الله كل المواد متوفرة وبأسعار معقولة الكميات المتوفرة من المنتوجات الفلاحية واللحوم البيضاء واللحوم الحمراء تكفي لتزويد السوق وتكفي لتلبيت حاجيات المواطنين ولن نعتمد بإذن الله على التوريد هذا وقد وضعت وزارة التجارة رقما أخضر للتبلغ عن تسجيل نقص في أي مادة استهلاكية أو عن أي عملية احتكار إقبال بعض التوليسيين الكبير على اقتناء منتجات استهلاكية عديدة وتسجيل نقص في بعضها وسلوكات أخرى رصدتها كاميرا الأخبار بعدد من المساحات التجارية فيما منظمة دفاع عن المستهلك تشدد على تجنب اللحفة كلهم يستنون لعل يخرجوا لهم شوية سميد وشوية فارينة قد تلخص هذه الكلمات الصورة في المساحات التجارية وأقبال التونسي على المواد الاستهلاكية تحذرا من انتشار فيروس كورونا اقتناءات كبرى لعدد من المنتجات دون غيرها عربات ملأة بعشرات الكيلوغرامات من المعجنات أو الدقيق وأجنحة سلع فارغة جيت على كيلو سميد ما جيت شاني خارج يهز لك في السميد يهز لك خمسة ستاك الحليب بالخمسة ستاك أنا مثلا مش ناخد خمسة كيلو ناخد زوز كيلو ونخلي اللي يجي آه جشعة شي غريب أخي محنش ما سنسيه نحن بالغريبات وبالحاجات وكل واحد يخلي شوية ليه وشوية الغيره نخمى على اللي ورايا واللي ورايا خمى على اللي ورايا أن نحن في تونس نقضوا لينا ومعاش نخموا الغيرنا جيت بش ناخد شوية فارينة نوقتي ما قيتش حتى حتى شترباك بلات عندنا نصيعة توازو عن السكل يرغبوا كاك عسمي وضو عسكل هاك شوف انت طوام مثال السمحاجات مفقودين تقام فهمتني الفارينة طواءنا كي داخلة من الباب نلقى في الكاسة اللي شكون ما يخذ معناها ستيكة كاملة علي ستيكة كاملة زوز بكوتي يزي هذه هي هلك العباد معناها اللحفة هايش لحفة هي مخوف نزم وعي كبير من المواتن ويكون واعي ويعرف كي يقضي وكي يقضيش ميتخورش كل شي عنا كل خير عنا عليه السميدة عنا وكل شي عنا دون دو ترون منوط تقحت شي عليه العاملون بالمساحات التجارية يؤكدون ارتفاع مستوى الشراءات هذه الأيام بالنسبة للأقبال زاد شوي على يماته اللي قبل بالنسبة للموات الأساسية اللي هي متوفر ونحاول وقاعدين نحاول بالاجتياد مع الإدارة وفرنا في أكثرية الموات الأساسية السميدة فارينا خبال كبير بشا مقارونة ماتم توسكي موات تنظيف رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله أكد أن لهفة المواطن هي السبب وراء تسجيل نقص في بعض المواد في ظل تواصل التزويد بنسقه العادية يفهم لهفة كبيرة في المواد الاستهلاكية واللي هي أبرزها معناتها السميدة عند كل فارينا اللي قاعدين معناتها ياخذوا فيه كميات كبيرة واللي نحن قلنا قد يسمى الرئيلي ديره فما متوفر راهي لديسريبيسيون عادية موجودة كأن توانسا ما همش قاعدين واعين ياخذوا في الكميات ويروحوا بها لده كما دعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلكة التونسيين إلى تجنب اللهفة والتحلي بالوعي الجماعي يشريوا قضيتكم عادي راهوا كل شيء فما متوفر ما نخلقوش مشكلة على مشكلة أخرى نحن عنا مشكلة الفيروس نزيد ونكملوا مشكلة معناتها إسلاحة تولي معاش موجودة في البلاد الصباح طهبت ساعة من زمان كل شيء يتهز نحطوا ليد في ليد الناس الكل باش نجموا نتعديوا هالوباة هدايا وللوطنية أشكال عدة قد تتجسد في تكاتف ووعي جماعي في مثل هذا الظرف الدقيق تفكير في الذات والآخر في العائلة والجار والقريب وابن البلد وعي وحذر وبقايا دون خوف أو تهويل إذن وزير التجارة سيد محمد لمسليني يحل بيننا ضيفا ليلة لمتابعة أوضاع الحركة التجارية في هذا الظرف الوبائي الذي تعيشه تونس على غرار سائر دول العالم إذن أهلا بك سيد الوزير لنبدأ من النقطة المهمة التي تهم خاصة العائلات التونسية والتي كما كنا نتابع في التقرير الأخير والذي سبقه أنه ثم تلهفة على شراء خاصة مادتي السميد والفرينة أو الدقيق الرطب وهذا ربما مسألة لم ننحظها اليوم فقط بل الأيام الأخيرة ماذا أعددتم حتى تكون حاجيات تونس والعائلة التونسية من هتين المادتين متوفرة خلال هذه الفترة شكرا على الاستضافة أنا حرست على أن يكون أول خروج لي في الإعلام على القناة الوطنية هذه مسألة التزام وطني أحنا اليوم عقدنا ندوة صحفية ووضحنا فيها هذا الموضوع وأيضا عقدنا جلسة مع أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى واتفقنا على جمع من الإجراءات لتوفير هذه المادة من خلال التحسيس أولاً للمواطن أن هذه اللهفة كما تحدث كل من تدخل في هذا الموضوع لا مبرر لها ونعول على تفاهم المواطنين مثلاً حتى شيء برر للهفة هذه المواد متوفرة وفي الفضاءات الكبرى وفي المساحات الكبرى وعند التجار وهناك قرار حكومي بتزويد السوق بهذه المادة بالتعويل على ديوان الحبوب وأيضاً بتوفير الدعم الكافي حتى تتوفر هذه المادة إن شاء الله باستمرار نعول على أن الناس سلتزم لحد الأدنى من التوصيات التي صادرت وليزات اليوم في تدخل سيد رئيس الحكومة فيما يتعلق بكل هذه الجوانب بموجهة هذا الفيروس نتمنى أن تزول بسرعة هذا الوباء علينا وعلى العالم ونحب نأكد مرة أخرى كما أكدناه اليوم في النادوة الصحفية أرى كل المواد مشكلة المواد هذه متوفرة ولا مبرر الله فإذا نسعى إلى ترشيد الاستهلاك إذن هذه طبعاً لسادة المشاهدين والتونسيين بأن كل شيء متوفر بإذن الله كل شيء بإذن الله متوفر ولكن نحن نلعب أهنى مع بقية الهياكل والوزارات المعنية نلعب دورنا الرقابي لمواجهة الاحتكار ومحاولات دخال الفوضى فيما يتعلق بالاغتناء المواد أو الترفيع في أسعى السيد البسير وقوفاً عند نقطة المتابعة عبر الفرق الاقتصادية التي ستتابع مدى تطبيق المحلات والمؤسسات التجارية لما جاء في الكلمة أو قرارات الحكومة كما أعلنها السيد رئيس الجمهورية ثلاثمائة فرقة مراقبة اقتصادية عبر تراب الجمهورية هل تتوقعون وتتصورون أن تكون هذه الفرق كافية مع هذه الوضعية الخصوصية نحن نعول على فرق المراقبة لوزارة التجارة ووزارة الصحة والأمن أيضاً ولكن نعول أيضاً على مشاركة المواطن في التبليغ عبر الخط الأخضر الموضوع على ذمة المواطنين ولرقم 80-191 للتبليغ على كل التجاوزات سوى في السعر أو نقص في الكمية أو احتكار كل ما يمس للموضوع هذه الدولة موجودة من أجل الضرب بقوة القانون على كل تجاوز يتمس قوة المواطنين إذن ستلجأون لتطبيق القانون في حال وجود تقصير أو إخلال أو أي إخلال في هذه المرحلة وفي كل المراحل سنلجأ إلى تطبيق القانون وبصرامة بدون تردد لأن هذه من سقوط التواصل شكراً لك السيد محمد لمسليني وزير التجارة على كل هذه التوضيحات هل ذكرت بعد إذنك أساد المشاهدين بالرقم الأخضر لأنه مهم جداً كي يلعبوا دورهم الرقابي أيضاً الرقم الأخضر مرة أخرى 80-191 وهو مفتوح الاتصال للتبليغ عن كل التجاوزات في السعر والكميات والاحتكار وأجهزة الدولة من وزارة التجارة ووزارة داخلية ووزارة صحة بتضامن كامل مستعدون للتدخل في كل لحظة من أجل التصدي لكل هذه الممارسات المخلة بالأخلاق وبالتجارة وبالسياسة وبكل المسائل شكراً لك سيد محمد لمسليني وزير التجارة على كل هذه المعطيات متابعة حالات ذوي الأمراض المزمنة عن بعد عبر الوسائط الاجتماعية والهواتف الذكية مقترح أعدته لجنة مستشفى الرابطة الطبية وعرضته على وزارة الصحة عاجلاً عملاً على تطبيقه في أسرع وقت وتعميمه حفاظاً على سلامة المرضى بالتوازي مع الحد من إقبالهم على المستشفيات والعيادات الخارجية وقد أكد رئيس لجنة مستشفى الرابطة الطبية أن مؤسسة الطبية تعد غرف عزل لرفض المجهود الوطني في التعامل مع انتشار فيروس كورونا مستشفى الرابطة الطبية ينقلوه ويأخذ العلاج متاعه كساسوى دولاريانيماشاً أو حتى حالات متتسريح متاعرق أو حاجة إذا نعرف المرضى هذة هو المصابين في مضاء اللي تجم تتعاكر الوحيد متاعه ليس غلطتهم وضعية المصابين الثلاثة بفيروس كورونا والمقيمين بمستشفى فرحات حشاد بسوسا وأهم توصيات مسؤولي قسم الإنعاش به للمرضى المزمنين تتابعونها في النقل التالي مشاهدين هنا بقسم الإنعاش الطبيب المستشفى الجامعي فرحات حشاد يقيم المصاب الثاني بفيروس كورونا وهو أصيل منطقة بومردس من ولاية المهدية العائد من إيطاليا وقد تعاكرت حالته بعد إصابته بقصور حاد في التنفس نحن نتعدى بالتنفس الاصطناعي بشارتيح شوية بشأن النجم يقاوم المرض حتى المرض طويل شوية يجب استدعي أسبوعين ممكن حتى أكثر شوية هو كبير شوية وعنده أمراض مزنى عنده سكري وهذا شيء يجعله أنه المدن ممكن لا يجمشي دفع الروح من نفس الطريقة كي يبدأ مريض صغير فيما تقيم زوجته بقسم الأمراض الجرثومية وحالتها مستقرة في حين تعافى أول مصاب بفيروس كورونا وسيغادر المستشفى قريبا الحالة الأولى التي جاءنا من قفصة وهو طوى إن شاء الله لبس عليه والحالة الثانية هي زوجة المريض التي تنقل للنعاش وهي ما زالت عندنا طوى هذا مزوز حاليتها لدينا في القسم هي كبيرة في العمر وعندها مرض السكري وعندها غضغط الدم والحالة متاع التنفس متاحة ما هي شيء ما نقول الشيء اللي هي تستحق الإنعاش طوى لكن حالتها قلوا في استقرار ما يعني مش مطمئنا مية في المية هذا ووجه رئيس قسم الإنعاش الطبي ورئيسة قسم الأمراض الجرثومية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد رسالة توعية وإرشاد للوقاية من هذا الفيروس لكل المواطنين وخاصة منهم كبار السن المواطنين اللي لنبرة نقولوا لهم صورتو الناس الكبار واللي عندهم أمراض مزمنة مذبينة يحاولوا يلزموا ديارهم يخرجوا أقل ما يمكن يحتكوا أقل ما يمكن مع الناس يعديوا الفترة الصعيبة هذه على خاطرها واسبيتراتنا متجمش تستوعب أمراض مرضى بعدد كبير طوى الوقت الحاضر يعني الإمكانيات اللي موجودة توا نجم نرقد ماكسيموم اثنين مرضى خرين بعد ما احنا تقت الاستيعاب ندعنا توفى اللي هي تولي وقتها ماكسيموم يعني النجم نأخذ عشرة مرضى تولي في قسم الصدرية وقد أكدت مديرة المرسد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بعفيف بن علي أمكانية الرجوع إلى مخابر محلية عدى المخبر المرجعي بشغل نيكول في حال تزايد الحالات التي تظهر عليها علامات الإصابة بفيروس كورونا بهذا المخبر المرجعي بمستشفى شغل نيكول تم إجراء أكثر من 240 تحليلا في علاقة بفيروس كورونا المستجد إجراء شامل الذين ظهرت عليهم أعراض الإصابة بهذا الفيروس لتؤكد لاحقا وزارة الصحة إمكانية الرجوع إلى مخابر أخرى محلية في سورة تكاثر الحالات حاليا المخبر المرجعي يمكن له باش يقوم بعمليات التحليل هذه على المستوى أمتاعه فما كما تعرف فما زوز مخابر أخرى موجودين في تونس يجمو كذلك ويتم الرجوع إليهم وقت اللي إذا كان أقططت الحاجة كيف كيف درسنا اليوم إمكانية إنه في سورة ما إذا كان معانتها الوضع تعدى للفاست أخوة التي يولي فيها تكاثر متى الحالات فما إمكانية الرجوع إلى المخابر الموجودين في كوسوسو أسفاقس وإلا في سوسا وإلا في المسير فما مخابر التي تجمو تصير معانتها للجوء إليها إذا استوجب الأمر المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أكد أن أكثر من ألفين ومئتي عائد من المناطق الموبوءة خاذه للعزل الصحي بذاتي لمدة 14 يوما فترة حضانة الفيروس فعنا دو جروب فما اللي يجيون من المناطق الموبوءة واللي نحطوهم في الحجر الصحي ونقضو نتبعوهم باش نشوفوا عندهم شي أعراض أنت المرض هدايا ونقومو لهم بالتحليل إذا كان الأعراض ظهرت وعنا الجروب الثاني هما بما أن ولو عنا حالات مؤكدة فما المخالطين مثل حالات المؤكدة هذهم اللي نقوموا كيف كيف عندهم بإجراء تحليل اللازمة وإذا كان فما حالات مؤكدة لهم نحينوا قائمة المخالطين لهم ونكملوا ما نتركبوهم وتبقى الإجراءات الوقائية في أعلى مستوياتها مع رفع درجة العقبة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كذلك كثفت إدارة حفظ الصحة تابعة لبلدية تونس حملتها التوعوية بعد ظهور فيروس كورونا المستجد ويتابع النقل تالي مشاهدين الإجراءات التي تقوم بها إحدى الفرق بعدد من المحلات العمومية وجوب امتناع العمل الذين يقدمون الأكل للحرفاء عن استلام النقود والحرص على تنظيف مستلزمات المطبخ بتريقة صحية فضلا عن وجوب التعقيم المستمر للفضاء بشكل عام تلك بعض التوصيات التي تقدمها فرق حفظ الصحة لأصحاب المطاعم والعاملين بها المحلات هذه المفتوحة للعموم يجيها للصحيح ويجيها المريض ويجيها المنعته قوية ويجيها المنعته ضعيفة زيدة بش احنا في ايطار هذا بش نحد من معناها من تفشي مرض كورونا بتونس شاء الله ربي يحفظنا الناس كل المخابس التي تنتج مادة أساسية في النظام الغذائي التونسي تعتبر من الوجهات الأساسية لفرق المراقبة الصحية في الظروف العادية فما بالك بالظروف الاستثنائية يقول أعوان هذه الفرقة اللي ركزوا عليه هو العمل في حد ذاته مساعة العمال كيف يش يخدموا نظفة الجسم نظفة الهندام الظوافر تكون مقصوصة للأخوات ما تتلبسش في مخص العامل في حد ذاته يزم يكون هو بيد وانظيف خطر هو ينقل هو نقل الجراثيم كيف كيف بالنسبة للأدوات العمل تجهيزات يلزمها لكلها تكون نظيفة يلزمها لكلها تكون معاقمة التعقيم يكون معناها دوري هذه المادة التي تنتهي في محلات البيع يجب مراعاة شروط صحية لتقديمها للمستهلك منها على سبيل الذكر عدم إيطاحتها للعموم حتى لا تتعرض لللمس وبالتالي إمكانية نقل العدوى بشيخ بقية التونس يزمي هذه الأمثلة ولأن اختلفت طبيعة الخدمات التي تقدمها للحرفة فإن شروط حفظ الصحة بها وبغيرها واحدة ويمكن تلخيصه أيضا في كلمة واحدة النظفة كذلك دعا البريد التونسي العائلات المعوزة وخاصة كبار سن منها إلى استعمال بطاقة الدفع الإلكترونية البطاقة الاجتماعية التي قام بالتوزيعها عليهم بصفة مجالية لاستخلاص حوالاتهم وجاء في بلاغ البريد أن استخلاص الحوالات يتم بهذه البطاقات عبر موزعات الأوراق المالية الألية كما يمكنهم خلاص مشترياتهم عبر آلات الدفع الطرفية تجنبا للتنقل بالبريد التي تشهد ذروة نشاطها خلال هذه الفترة وذلك في إطار التوقي من انتشار العدوى اليوم تم أيضا إعطاء إشارة انطلاق عمل المركز المتقدم للإشعار الطبي بالمستشفى الجامع لحبيب بوغوتفا ببنزرت ضمن حملة التوقي الوطنية من فيروس كورونا وتم أيضا اتخاذ جملة إجراءات على المستوى الجهوي ببنزرت في الإطار ذاته هذا هو مركز الفرز الأولي للمرضى المحدث بالمستشفى الجامعي لحبيب بوغوتفا ببنزرت حيث يتم فحص المرضى القادمين للمستشفى قبل السماح لهم بالتوجه لبقية الأقسام وذلك توقيا من فيروس كورونا إجراء وقائي يتخذه المجلس الجهوي للأمن ببنزرت والذي يرؤسه ولي الجهة محمد كويدر تم معنى الإقرار بإحداث المركز للفرز الأول المتقدم الموجود على مستوى البوابة الرئيسية للمؤسس وذلك لفصل المرضى المشتبه لقدر الله في إسابتهم بالفيروس على المرضى الأخرين العاديين اللي ياخذوا المسار العلاجي العادي متاح المرضى هذو ما نطرح عليهم الأسئلة باش نعملهم الفرز متاحهم قيصوا السخانة متاحهم جيس باش ناخذوا المرضى اللي هنحنا نشتبهوا فيهم باش ما يختلطوش مع المرضى الأخرى دا كوردو والمرضى اللي اللي نشتبهوا فيهم دونك نعزلوهم اميدياتما نحكيوا على فيروس يازم فيه وقاية فيه حماية وهذا يدرج في إطار الوقاية كيف كيف معناه على مستوى المؤسسات السياحية والمؤسسات الصناعية بدأوا من منذ يومين في تركيز مقياس حراري في مداخل نزول ومداخل الوحدات الصناعية كبرى وهذا أيضا من الإجراء الثاني لاخذناه كما قرر المجلس الجهوي للأمن ببنزارة تركيز رقم أخضر لتلقي مكالمات المواطنين بشأن مختلف استفساراتهم التي تجيب عنها لجنة تشرف عليها الإدارة الجهوية للصحة وتضم كل من الحماية المدنية والهلال الأحمر والدوان الوطني للأسرة والعمران البشري الرقم الأخضر الذي هو تجعل نقص الضغط على ال190 الذي يتكلمون من بنزارة من ولاية بنزارة كل أنا أعطيت دميساج للوليدات ومينجم نكلمهم مع بيت ان كونتاكت كانوا ان كونتاكت مع بيت جهو من تالي ان بقع مبوءة والحاجة كيفاش يتصرفوا في الطريقة هذه حتى في الليل فما إكيب قاعدة تخدم والمعلومات اللي جابوهم أننا احنا خذينهم ان كونت كوزارة صحة ويذكر أنه تم في وقت سابق تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا بولاية بنزارة التي تتعدد بها الاجتماعات لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للتوقي من الفيروس خلال اتصال هاتفي أعلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون نظيره التونسي قيسي سعيد بتأجيله زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يؤديها إلى تونس يوميا سادس عشر وسبعمائ عشر من مارس الجاري نظرا للأوضاع الصحية السائدة في الفترة الحالية مؤكدا حرصه على أن تتم هذه الزيارة في أقرب الأجال بعد تجاوز هذا الوضع الذي يعيشه العالم محادثة الرئيسين تناولت أيضا العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين والإرادة المشتركة من أجل فتح أفاق جديدة أرحب للتعاون في مختلف المجالات كما تم تطرق خلالها إلى الوضع الإقليمي في المنطقة وإلى تطابق وتكامل موقف البلدين خاصة فيما يتعلق بالمسألة الليبية وضرورة التواصل إلى حل الليبي الليبي للأزمة الراهنة وعبر ما يفوق المائة وخمسة وأربعين دولة يتضاعف الإعلان عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد لتعلن منظمة الصحة العالمية أوروبا بؤرة الفيروس الجديدة عدد الإصابات وفق منظمة الصحة العالمية يقارب المائة وثلاثة وثلاثة وسبعين ألف فيما تتوصل إجراءات التواقي عبر زوايا العالم المختلفة لتكاد تخلو مدينة في أغلب دول العالم بقاراته الخمس من إجراءات الوقاية مدن بشوارعها ممراتها أزقتها تحولت مع دخول فيروس كورونا شهره الرابع إلى فضائات خالية تفتقد سكانها فقد استطاع الفيروس اجتياح الحدود وبعد انحسانه في الصين البؤر المصدر له تمدد في إيران وإيطاليا وسرى بسرعة النار في الهشيم في كافة أوروبا التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية مساء اليوم البؤرة الرئيسية للفيروس بعد أن كانت صنفة أمس الأول جائحة أصابت أكثر من 142 ألفا وأضافت منظمة الصحة الأممية أن الفيروس حصد حتى اليوم أرواح أكثر من 5000 شخص منذ اكتشافه وأن أي دولة تعتقد أنها في مأمن من الوباء فهي خاطئة وصفتنا الأمر بالمنعطف المأسوي وأفد المدير العام للمنظمة تيديروس جيري بيسيوس في مؤتمر صحفي افتراضي أن عدد الإصابات بالفيروس تضاعف في الأسبوعين الأخيرين خارج الصين 13 مرة كما تضاعف عدد البلدان التي اشتحها ثلاث مرات رغم تراجعه في البعض من الدول وأن المنظمة ستحدث خطة استجابة وتضامن لمكافحة المرض وفي مواجهة الانتشار السريع للفيروس تتسارع الخطى كل على طريقته لتطويق حجم المخاطر المحدقة بالسكان تكثيف لإجراءات العزل للمصابين غلق للمدارس والمطاعم والمقاهي وإلغاء للرحلات والتجمعات والحفلات والصلوات في أغلب دول العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فما هو فيستعد هذا المساء لإعلان حالة الطوارئ الوطنية القصوى إيران البؤرة الثالثة التي قبر كورونا فيها أكثر من 514 حالة لجأت إلى الردع عبر القوة الأمنية لإخلاء الشوارع كورونا كان الفيروس الذي سوى بين الجميع مواطنون عاديون أطباء مختصون سينمائيون رياضيون وحتى القيادات السياسية للدول وفي شأنه تتسابق بعض المخابر للكشف عن تلقيح مضاد له وفي هذا الخضم تجنب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج الرد على أسئلة اليوم حول ما إذا كانت بيكين تنحى باللائم على الولايات المتحدة في تفشي الفيروس بعد يوم من تلميح صيني سابق في أعلى مستوى بأن الجيش الأمريكي قد يكون وراء تفشي الوباء ومع تصاعد وطيرة انتشار الفيروس أزمة حقيقية تتعرض لها مفاصل الاقتصاد العالمية ما يعيد إلى الأذهان الأزمات السابقة بسبب تزايد قيود السفر وتقلص الطلب على النفط وتباطئ الاستهلاك وانحسار الإنفاق على السياحة في وقت تنشد فيه اقتصادية العالم انتعاشة اقتصادية بعد ركود طبع سنة 19 و2000 عصف فيروس كورونا بهذه الأمال وبات شبح الانكماش يلوح في الأفق القريب مع انهيار كبرى البورصات العالمية وترجع المؤشرات في أوروبا والولايات المتحدة بأكثر من 12% مقارنة بما شهده العالم منذ أزمة 2008 و2009 وفي حركة شبه توافقية تحركت الاقتصادية الدولية للتابعة واحتواء تبعات الوباء حيث أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في خطوة مفاجئة خفض معدلات الفائدة الرئيسية وضخط الصين سيولة في الاقتصاد لتفادي العجز فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص حوالي 40 مليار دولار لمواجهة الجائحة ويواجه الاتحاد الأوروبي خطر الإرباك الاقتصادي أكثر من أي وقت مضى في ذوء حظر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السفر على الرحلة الأوروبية وأنباء عن عدم قدرة أنظمة الصحة في الاتحاد على احتواء المرض على سعيد آخر حذرت الجمعية الدولية للنقل الجوي من أن يكلف الفيروس قطاع النقل الجوي أكثر من 100 مليار دولار بسبب تعليق آلاف الرحلات التي أجبرت مئة طائرة على التسمر في مدارجها ما غذى المخاوف من تزديد دون بعض الشركات أما نفطيا فقد فشلت منظمة أوباك وروسيا في التواصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج وتثبيت الأسعار التي تراجعت إلى 30 دولارا في هبوط غير مسبوق منذ حرب الخليج الأولى وأمام عجز الدول منفردة على احتواء الفيروس نصح رئيس قسم الاقتصاد في صندوق النقد الدولي بتنسيق الجهود بشكل قوي مثل ما حدث في أزمة 2008-2009 عندما تولت مجموعة العشرين التصدي للأزمة بإحكام قبضتها عليها حتى أنها وصفت بالحكومة الاقتصادية العالمية أنذاك فهل تلعب المجموعة هذا الدور بعد 11 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الدولية أم تعيد المخابر الدولية التي تسابق الزمن لاكتشاف لقاحات للفيروس الأمل في انتعاشة مطلوبة في موضوع آخر استمعت لجنة تشريع العام إلى وزراء الدفاع عماد الحزقي والعدل ثريجريبي وداخلية هشام المشيشي بخصوص مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين في إطار مراجعة شاملة طالب بها النقاش الوطني بخصوص فحواه وتفاصيله انتقادات عديدة رافقت أشغال جسد تشريع العام المخصصة لمشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين مشروع القانون وصف بالغير الدستوري والمنافي للمعايير الدولية وبالتالي هو خطوة إلى الوراء في مجال حقوق الإنسان قانون الجديد هذا استباحة لقوات الأمن استعمال السلاح في حالتين الاعتداء البدني والاعتداء على الملك دون تحديد أي صورة وبالتالي الأمن يمكن استعمال السلاح في جميع الحالات مطلقا دون تحديدها عند الاستماع في جلسة سابقة لنقابة الوطنية هناك رفض مضمون هذا القانون حتى أن بعضهم قال أن من كتب المضمون هذا الغاية منه وعدم تمرير هذا المشروع لأنه يمص في جوهره ويسيء الحقيقة إلى القوات الأمنية لأنه ليس الغاية حسب المشروع الآن هو تفصي كل من المسؤولية الجزائية مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين يعود إلى سنة 2015 وقد وردت فيه مرسلة الاستعجال النظر فيه من قبل الحكومة السابقة غير أن النقاش حوله خلص إلى ضرورة إخضاعه إلى مراجعة شاملة هي انتقادات قدمة من الهيكل المهنية انتقادات قدمة من المنظمات الوطنية وانتقادات قدمة كذلك من المجتمع المدني واليوم اسمعنا كذلك بعض الملاحظات لقدمها أساد النواب أحنا أكدنا لهم على كوننا أحنا مستعدين بش نتفعله مع الانتقادات هذه ومع الملاحظات هذه ونقدم قانون يحمي فعلياً اليوم أعتقد أنه فما خيارين يأما خيار أنه يكون تم مراجعة شاملة لنص هذية بشكل يسمح باحترام بقية الحقوق والحريات مثل حرية التعبير حق النفاذ المعلومة حقها في الحياة أيضاً للمواطنين اللي هو حق أساسي هل أن الوقت يسمحنا بالقيم بالمراجعات هذية وإلا سيتم سحب المشروع هذية ثم قناعة الحق المشتركة بضرورة توفير قدر معين من الحماية للأمنيين اللي كما قاعدين نشوفوا يتعرضون يومياً إلى أنواع شتى من الاعتداءات اعتداءات إرهابية اعتداءات مجانية من طرف عديد الأطراف من طرف من حريفين قراروا سحب مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين سيتم عرضه في مجلس وزاري خلال الأيام القادمة للحسم فيه أكد وزير الدفاع الوطني عماد الحزق ضرورة مزيد تطوير القدرات العملياتية للقوات المسلحة من خلال توفير التجهيزات المتلائمة مع التهديدات غير التقليدية وتكثيف التكوين والتدريب والتربصات فضلاً عن مزيد تحسين ظروف عيش العسكريين والإحاطة بهم وبعائلاتهم وبعائلات العسكريين الذين استشهدوا فداء للوطن وكذلك الجرحى الذين أصيبوا أثناء القيام ببواجبهم الوطنية وفي كلبة ألقاها خلال زيارة ميدانية إلى الفوج الحادي عشر مشات ميكانيكية بالقصرين أكد الوزير ضرورة توخي مزيد الحذر واليقظة ومواصلة بدل الجهد لتحسين مستلزمات الحياة اليومية داخل المنشآت العسكرية ومزيد الإحاطة بالعسكريين مشاكل حقل نوارا بالجنوب التونسي موضوع ندوة صحفية عقدتها الكتلة الديمقراطية وقدمت خلالها معطيات دقيقة متعلقة بحقل النفط والغاز الطبيعي نقاط أربع تم التأكيد عليها خلال ندوة صحفية عقدتها الكتلة الديمقراطية بخصوص حقل نوارا وتتعلق أساسا بتكلفة المشروع من خلال تضخيم التكاليف إضافة إلى نزاعات التأخير وما ينجر عنه عند الالتجاء إلى التحكيم وكذلك تداعيات تأخير الاستغلال على آليات الإنتاج بعدما تم التأكيد من قبل نواب الكتلة الديمقراطية بعدم دخوله حيز الاستغلال إلى الآن زيارة هذية مع المعلومات من خارج النوارا مع معلومات من مؤسسة الدولة بيدها تمكننا من القول بأن حقل النوارا اليومنا هذا لا يعمل في حين أدرجت مداخيل حق النوارا ضمن الميزانية الحالية على اعتباره دخل حيز الاستغلال دخل حيز الاستغلال منذ بداية السنة الجديدة وقدشنا سيد رئيس الحكومة في فيفري في بداية فيفري 2020 وقال على أساس أنه حق في الميزانية متاع 2020 على أساس مداخيل من الحق النوارا هذه في ميزانية الدولة وهذا معناها توقعات لمداخيل هي إلى حد تاريخ لحظة هذه الندوة الصحفية حق النوارا مازان ما يشتغلش حق النوارا كان من المفترض انتلاقه منذ عام 2016 وبالتالي تم اقتناء العديد من الآليات والتشهيزات ونحب نشير إلى قيمة الآليات هذه والإليزيونيتيها دوما أنه الكمبريسور الواحد يسوى 10 ل 10 مليون أورو بشتعرفوا القيمة متاحهم مع العلم أنه فما العديد من المعدات هذه في الحقل سواء على مستوى نوارا أو على مستوى محطة جيبس هذا وقد اكتشفت آبار جديدة في نفس الحقل يمكن استغلالها وبالتالي تعديل الكفة وتجاوز تداعيات حق النوارا عبر مدير عام الجسور والطرقات بالوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية خلال زيارة تفقدية أدها وزير التجهيز إلى مشروع محاول X2 عبر عن أمله في استفاء مشاريع ثلاثة محاولات بتونس الكبرى خلال سنة عشرين وعالفين خلال زيارة تفقدية أدها إلى مشروع محاول تقاطع الطريقين X2 والطريق الوطني رقم 9 أكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على أهمية هذا المشروع كاريكة تونسية، مكتب الدراسات تونسي، مكتب المراقبة تونسي اللي عمل في الكنترول كلهم من جموعة الإدارة مئة في المئة خبرة تونسية هذه قابلة حتى للتصديق ففخر لتونس أنه نلقو هالمشاريع بالكبرى هذه بالذخامة هذه 45 مليون دينار وهذا محاول كبير بشيخفف مضغط متاع المرور وعملية التدفق متاع السيارات يردها أفضل هو تتم المجموعة المحاولات التي قاعدين نعمل فيها مع المنزل تونسي مشروع المحاول شهد عدة تعطيلات بسبب مشاكل فنية ما أدى إلى تمديد مدة أشغاله بعشرة أشهر تقدم الأشغال حوالي 50% إن شاء الله نأمله أنه يكون منهة أخرى في 20 إن شاء الله يكون من قدر تربي يكمل وإلا حتى 90% كمل محاول المتار هو معناها تقدمي فيه بنسبة حوالي 85% إن شاء الله بقدرة ربي نأمله أنه معناها أكتوبر 2020 يكون معناها المشروع الجاهز وفي سياق استعراض المشاريع المستقبلية للوزارة أفد مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز أنه سيتم في الأشهر القادمة الإعلان عن انطلاق أشغال مشروع المدخل الجنوبي لولاية تونس بكلفة تناهز 320 مليون دينار يربط العاصمة بالطريق السيارة رقم واحد والتي هي معناها مدخل تونس تعرفوه الناس كل على مستوى بابجلو التفق يوصل تقريبا أكثر من 130 ألف سيارة يوميا نعرف أنه تقريبا يدخل تونس خاصة وقت الذروة في الصباح خاصة ولا في العشية مخر نلقى ذي زنبوتياج معناه يفوتوا ساعات في بعض الأحيان ساعة ونص إلى ساعتين ويبلغ مجموع المشاريع التي تعدها أو تشارك فيها وزارة التجهيز حوالي 3600 مشروع بكلفة تناهز 6300 مليون دينار وفق ما أفاد وزير التجهيز إذن نختم النشر بجديد الأخبار مشاهدين فقد أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اتخاذ إجراءات وقائية واستباقية للتقليص من إمكانية انتشار فيروس كورونا وهي تأجيل مقابلات الرابطات الجهوية إلى موعد اللاحق وتجيل مقابلات أصنف الشبان كلها بمختلف المستويات والرابطات إلى أجل سيقع تحديده لاحقا الجامعة قررت كذلك الإبقاء على تعينات مقابلات الرابط الوطنية لكرة القدم هوات الأولى والثانية وكافة مقابلات ثمن نهائي كأس تونس التي ستدور الأحد دون حضور الجمهور وفق ما أعلنه رئيس الحكومة الياس الفخفاخة الذي قال إن كل مقابلات المسابقات الوطنية ستدور دون حضور الجمهور إليكم فيما يلي تذكيرا بعنوين للأخبار تسجيل ثلاث إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ورئيس الحكومة يعلن الإلغاء التام للتظاهرات وغلق المقاهي والمطاعم بدءا من الرابعة بعد الزوال وزارة التجارة تؤكد توفر المواد الاستهلاكية الضرورية كلها وتدعو إلى ترشيد عملية الشراء وتجنب الاحتكار وزراء العدل والدفاع وداخلية يجمعون على ضرورة مراجعة مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات حاملة السلاحة جديد الأخبار وصادقه تتبعونه دوما عبر بوابة التلفزة التونسية بيت التونسيين في رعاية الله وحفظه مشاهدين اشتركوا في القناة